الأحياث والناس لقد كان القرن العشرون أكثر العصور ضدما وخطرا وسفكا للدماء وتعرضت الناس للعنف والخوف في هذا القرن والسبب في هذا هو تطبيق نظام دروينية الوحشية والموجعة فتجاهلت أمثلات الشفقة والأيوانات وقلت في صرق على الحياة للأقوى فألقيت هذه الحياة للحياة البشرية فألقيت من مالتوس وحماية الضعيف ودعم كل الأفكار التي تدعم الوحشية والمجتمع فكرة وجهة المرد المسنة الفقير والمعاق منحب بقايا فأدعا لإقتصاد خلتوسف في ١٧٨٩ في أطباب عين السياسة المكانية أنا أدعني أكثر من الغدايا وفي المؤسسة الغداء لن تكون لابد من القتل الجماعي وتوفير التوازن الغداي ولا تريد شرعاته لم تكنك تعدى وهذا يعني إدعاة سلا تتعلم على أي علم فهلا برنة عدد السكان مع تعدى آخرين فالسكان الآخر تم تقيمه ثلاث سنوات ولم يتم حساب المعدل الغدائي لأنه أكتنولوجيا وفي المؤسسة لم تكن هناك توجيا مؤسسة ولذلك إن زيادة كان عنه كما هو ينتممنا فهذا الإدعاء دعم ظلم أيضا الدكتاتوريين مثل هتلر وستالين وبولبوت وكان شعب صراعات بين الأخوة والأحزاب اليمنية وليس ولا في هذا أن المجتمع اللي يتعلم في أخلاق الكريم يظهر فيه والقهر بضعف الإيمان والجهل في القرن التاسم ضعف هذا علم ما تقبلها ولحالا لا بد من توضيح أن الخلايا المعاقدة كأجهزة التنفس في الحفريات لغورها ولا بد من تحطيم النظر ولا بد من تقلغ المكر عن الأخلاق القرآنية كالرحمة والتضحية دروين مختلف فتدريس نظريات التطور في المدارس يقود إلى حتى الآن لا في الجامعة دروس الاقتصاد تدرس نظريات مالتوس ويتم شرح الجانب العلمي منها فمن المتحدث يتم وين حتى عن ونشر خلاق القرآن كالرحمة والتضحية دعا الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن أيام بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم برنامج الأحداث